مجلس النواب مجلس النواب وكذا تقصي الحقائق حول كافة القضايا المتعلقة بالشهداء والجرحى والمتقاعدين العسكريين وترتيب أوضاع الذين يطالبون بصرف مرتباتهم وتسوية أوضاعهم القانونية من أفراد القوات المسلحة والأمن الذين تقدموا بشكواهم إلى المجلس على أن تقدم النتائج إلى المجلس في أقرب وقت كما كلف المجلس اللجنة التي شكلها بتقصي الحقائق حول المشاكل التي حدثت بين اللواء 33 مدرع وعدد من المواطنين في محافظة الظالع وتقديم تقرير سريع حول ما تتوصل إليه اللجنة وسيواصل المجلس أعماله يوم غد بمشيئة الله تعانى اشتركوا في القناة